إذا انتهى من قضاء الحاجة ماذا يصنع؟ لابد من تنظيف تطهير المكان إما بالماء أو بالمنادين بالحجارة بالأخشاب المنادين الحجارة الأخشاب يشترط لها شروط أن تكون طاهرة لا نجيسة لا تكون محترمة يعني لا يمكن أن ينظف المكان بالمصاحب بأوراق الحديث مثلا ولا يمكن أن يستعمل طعام الإنس أو طعام الجن أو طعام دواب الإنس أو طعام دواب الجن في تطهير المكان يعني لا يمكن أن يستخدم الخبز اللحم مثلا أقل شيء لا بد أن يستعمل ثلاثة أحجار ثلاثة منادين إذا رجع المنديل والحجر جاف ليس في أثر بول ولا غاد هذا معنى أنه حصرت الطهارة حصرت النظافة إذا لا رجع المنديل والحجر غير جاف لابد يزيد حتى يرجع المنديل والحجر جاف يبتعد عن الوسواس لأن الوسواس من الشيطان نعم